أكدت مصر أن مطالب دول القرى الأفريقية من البنك الدولي تشمل دعم العمل المناخي لافتة إلى توجيه النداء لمجموعة البنك الدولية لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد تمويل المطلوب سنويا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار جاء ذلك خلال إلقاء مصر كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وأشارت مصر إلى ما سيصهم به هذا التمويل من تعزيز لقدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم تطوير أسواق الكربون